حقيقة ان احنا وحنا بنفكر ان دي اول حلقة لنا بعد اجازة العيد كنا بنفكر في ازاي نبدأ مع حضرككم في موضوع بموضوع قوي مفيش اقوى ولا اهم من صحة المصريين مفيش اقوى ولا اهم من ضمير امة ما يكونش يقز وهي بتشوف اطفالها بيموتوا لانهم راحوا مستشفى وخادوا محلول او حتى اي علاج غلط والمسألة هي مش متجرة بألام الناس عشان نقول الفقراء والمحتاجين ولمن يطرقوا ومن يعبس بحياته القضية مش الشعارات ولا كل الكلام ده القضية امتى هنبقى جدين زي ما كنت بقول حضرككم النهاردة زي ما فيه في قناة السويس صناعة امل فيه ناش بتشتغل على صناعة الموت اللي حصل مع اطفال بني سويف يمثل هذا النموذج طبعا التحقيقات ما زالت جارية لكن فيه اجراءات اتخذت من قبل وزارة الصحة تتعلق بيه وقف انتاج هذا المصنع اللي حين ازالة المخالفات اللي تمت التفاصيل لازم نفهمها لازم نعرف ايه اللي حصل ليه الاطفال دول ماتوا ولما الاطفال دول يموتوا يبقى اللي عندهم اطفال عندهم نزلات معاياوية دلوقتي مفروض يروحوا المستشفيات يعملوا ايه وتحركوا ازاي وايه الضمان ان الناس دي هتتلقى العلاج اللازم كمان اقدمين لو مش هنحافظ على صحة المصريين وما يبقاش قضيتنا هي الحفاظ على صحة المصريين يبقى احنا عندنا مشكلة كبيرة ارجو ان احنا نخلي النقاش النهاردة موضوعيا قدر الامكان ونكون فيه بنبحث عن حلول اكتر من اننا نكون قاعدين نقطع في جوزة صباحة التليفونات هتكون موجودة مع حضراتكو على الشاشة لمشاركة حضراتكو معانا لكن خلوني ارحب بضيوف الاعزاء الدكتور موحيد دين ابراهيم نقيب الصيادلة اهلا وسهلا يا دكتور اهلا وسهلا بحرق المشاهدين والدكتورة سماح رجب مدير ادارة تسجيل الادوية بوزارة الصحة اهلا وسهلا يا دكتور عايز اعرف لان انا كل ما كنت لقي خبر يتعلق بازمة بنسويف احاول اقرام لكن ممكنش بوصل لحقائق مطلقة ممكن حاجة تفاهمني يا دكتور من وقع متابعة حضرتك لانك نقيب للصيادلة وهذا الامر يتعلق بدواء ايه اللي حصل في بنسويف بالظهر بسم الله الرحمن الرحيم الموضوع بسيط اه لا اهش بسيط لا هو يعني القصة نفسها نقاضي انها بسيطة لكن فحواها خطير يعني تم توريد المحليل لمحافظة بنسويف من شركة الشركة دي خدت تصريح من وزارة الصحة بانتاج تمانين الف ابوة من الصنفدة انتجت بدون الرجوع لوزارة الصحة وبدون اجراء تحليل لهذا المنتج اكتر من ربعمائة الف ابوة منهم خدوا عينات بعد المشكلة اللي حصلت خدوا عينات كانت الصدمة ان هو مش محلول مع الجفاف هو طلق جلوكوس خمسة وعشرين في المية الليبو نفسه او العبوة من بره مكتوب عليها ان هو محلول لمعالج الجفاف الطفل عايز محلول في الوريد فيه املاح لكن للأسف كان بياخد جلوكوس فده سبب حالات الوفاة يعني كمان غشوا فيه يعني كتبين حاجة على العبوة والمحلول اللي جوه حاجة تانية تمام بالاضافة يعني الموضوع ده كان ظهر فيه اربع حالات وثم يعني اللي وصلني من الدكتورة مديرة الدرس سيد الله بيباني سويف اني أربع دكتورة اسماء جلال اسماء جلال كنت على اتصال دائم بيها قبل حتى يعني قبل الظهور واعلاميا بيوم كانت كلمتني وحكيت لي القصة بالضبط وان هي بمجرد ان عارفت الموضوع رابع يوم العيد صدر قرار منها بعدم صرف هذا المحلول عرفتهم منين طبعا هي مسؤولة عن المحلول حللتهم لا هي ملهاش نتحلل هي كل طفل كان يجي ياخد المحلول يتوفى يحصل له حالات وفاة فطبعا بس هم كانوا اربع حالات وفاة منها حالة كانت مصابة بالتهاب صحائي صحائي خلاص هول الدكتورة عاد العدد في حالة كانت صنف لكن الدكتورة بزكائها السريع خدت قرار بإقاف الصنف لكن الأمر ده لا يجب أنه يعدي مرول كرام أبدا إحنا المفروض التحقيق من أكبر من وكيل وزارة في بني سويف حتى آخر صيدالي وآخر طبيب اللي هو كان بيلحظ الحالة واستمر في إعطاء المحلول بدون اتخاذ إجراء أو حتى مخطبة مدارة مركزية أنا عايزة أسبق المرحلة الحاجة بتتكلم عليها دكتور وهي عدم دخول أصلا هذا المحلول وهذا المنتج ومسألة الرقابة عليه يعني حقيقة بتقول لي والدكتور طرق سلمان بالمناسبة ومساعد وزير الصحة اللي شقولنا الصيدالة قال الكلام ده إنه هما قالوا خدوا تصريح يا دكتورة بـ 80 ألف أنتجوا 400 ألف ما هما ينتجوا اللي هما عايزين هو رقم التشغيلة ده نوع من أنواع الغش ده أنا أقول حضرتك حاجة يا دكتور هو ينتج اللي هو عايزه إحنا هو بول إنه أنتج 80 وإحنا اختبرنا 80 80 ناخدهم بقية الربعمية اللي هو أنتجهم ولم يخضع ليه إشراف وزارة الصحة المصرية مين اللي سمحن أن منتجاته دي تدخل دون أن يكون هناك تصريح من وزارة الصحة المصرية الموضوع كالأتي هو بياخد تشغيلة بياخد عينات من التشغيلة بيتم تحلالها في الإدارة المركزية بمجرد أن العينات تبقى صالحة بياخد موافقة أنها تتورد لوزارة الصحة هو أنتج 80 ألف عبوة كلهم سلام اللي هو سلام حط نفس الترقم التشغيلة على كل العينات حتى العينات اللي فاتت جلوكوس وبالتالي ده نوع من أنواع الغش فين الرقابة يا دكتور فين الرقابة يعني أنا عايزة أضمن أن ما أنا ممكن أقول لحضرتك أن ده دوة مثلا أي اسم وأنا حطة جوه حاجة تانية حضرتك اللي مفروض تحميني وزارة الصحة المصرية هي المسؤولة عن هذه المسألة مش أنا اللي هفتح العبوة وقديها معمل تحاليل تتحلل ولا بالمناسبة الطبيب اللي موجود في المستشفى لما يقولونه أن ده مكتوب عليه أنه هو محلول معالجة الجفاء هذا الطبيب سيستخدمه على أنه هو محلول معالجة الجفاء مش هيبقى عارف أن اللي جوه ده خلينا يعني أنا عايزة بس نحط نفسنا جوه الحالة نفسها أوكي طيب خليني أشرح لحضرتك مبدئيا الإجراءات الرقابية اللي بتتخذ على مصانع الأدوية معنا أسفة دكتورة التليفونات يا جماعة عشان الناس بتقول لي فين التليفونات عايزين التليفونات أوكي اللي بتتخذ على مصانع الأدوية من أول ما بيبتدي يصنع المنتج بتاعه لحد ما بينزله السوق وبيتدوله المريض المحليل بالذات أولا طبعا المصنع لازم بيكون واخد اعتماد من وزارة الصحة أنه هو بيصنع تبقى لمعايير التصنيع الجيد أو ممارسة التصنيع الجيد وبيتعمل عليه تفتيش دوري تقريبا كل سنة آخر تفتيش اتعامل على هذا المصنع كان في شهر اثنين والتفتيش لا أنه ما فيش مخالفات أو كده على رغم أن المصنع ده على فكرة كان مغلق يمكن من حوالي سنة ونص أو حاجة وكان عنده مخالفات وبعد كده تدرك المخالفات دي واتفتح له تاني المصنع عنده تاريخ وده يجبنا للنقطة اللي حسيرها لحضرتك في الآخر أنه ما فيش عقوبات للأسف رضعة في التشريع تخليه أنه هو يحرم يعمل كده تاني خليني أقول حضرتك يعني ما فيش عقوبات تعمل فيه حاجة بعد ما موت الأطاق لا هو طبعا اتعمل له غلق اتعمل له غلق بس خليني أقول حضرتك فيش عقوبة جنائية بنتحاول النيابة العامة للأسف وعقوبة تبديد الحرز اللي هو يعني احنا بنبقى محرزين التشغيلة أو يعني مش بنسمح بإفراقها غير لما يجي ناتيجة التحليل لو هو نزل من غير مثلا ناتيجة التحليل دي ما تيجي فده اسمه تبديد حرز ده عقوبته في القانون يمكن 10 جنيه ولا حاجة زي كده 10 جنيه؟ يعني في القانون من سنة 55 مصرح غير نصرح بين محزارة الصحة المصرية ويتعاقب بعشرة جنيه مخالفة منه احنا بناخد إجراءاتنا ان احنا بنعمله غلق وده طبعا بيخسروا أو بيعني دي عقوبة في حد ذاتها او بيوقف انتاج المستحف دي يقول كان ياسر يقول استداء للمنتج من السوق بنحرز منتجه ده من السوق بنوقف تصنيع المنتج بنغلق المنشأة لحد ما يتدرك الحجاب يعني يتعلق بوقوع الجريمة او المخالفة انا عايزة احمي الناس قبل وقوع هذه الجريمة وهذا يعني انه توجد اجهزة رقابية مستقلة واسمحيلي استخدم هذا التعبير اجهزة مستقلة تراقب صناعة وجودة وصلاحية الدواء ده ما طلبنا بقى في انشاء هيئة عليا للدواء في مصر الصومال اللي هي دولة يعني فيها تتشارع فيها حروب اهلية لصناعة طويلة عندها هيئة عليا للدواء يخلصنا من كل مشاكل للدواء في مصر ويرتقي بهذه الصناعة هو سرعة انشاء الهيئة العليا للدواء وده كان مطلبنا ومطلب النقابة ومطلب كل صادلة مصر سرعة انشاء هيئة عليا للدواء هتعمل ايه الهيئة العليا للدواء؟ الهيئة هي اللي بتختص بقى بالتسجيل وإعطاء الاسم والتحليل والرقابة وكل شيء كل ما يتعلق بالدواء بداية من تسجيله حتى وصوله للمريض خلاص هو ده دور الهيئة النقابة كان قابة سبب إنشاءها هو توفير إلاج فعال وآمن للمريض إذن إحنا دورنا مش دور الاهتمام بالأعضاء فقط لا هو دور الاهتمام بالمريض المصري لنا دور رقابي على المصانع لا للأسف رغم إن إحنا دورنا الأساسي في القانون إن إحنا يكون لنا توفير الدواء الأمن للمريض المصري هو يقوله مسألة خلق كهنات موازية يتم التصارع فيما بينها أنا بقى طالب إن يكون فيه معامل تحليل خاصة لإن الوزارة الصحة إن كان فيها معامل والمعامل دي فيها قصور الآن فلابد من توفير معامل خاصة يتم فيها تحليل أي منتج قبل ما ينزل للمريض المصري هو مش مفترض إن هذه المعامل موجودة داخل وزارة الصحة المصرية؟ أدرى عندي منشأة بقرار جمهوري وهي المختصة والمعنية بتحليل الأدوية اللي بتنزل للسوق المصري طيب أحليل بتاع عبالي سوف ده ما تحللش لا يا فندم المفروض المفروض إنه كل التشغيلات المحليل الوريدية بتتحل الماء في الماء يعني كل تشغيلة بيتسحب منها عينة بتروح الهايئة زي ما قلت زي ما سيادة النقيب واضح لحضرتك إنه من الواضح إن الشركة فيه تلاعب يعني حطت زورت أو حاجة أرقام التشغيلات إيه السبب؟ على حاجات تانية السبب إنه كل عينة بتوديها للمعمل بتدفع فيها فلوس للتحليل لا يا فندم هي كمانت لحاجة لا هي تشغيلة فندم ما هي بتسحب منها مرة عدة مهما كبر حجمها يعني مهما كبر حجمها هي بتتحرك وهي مطمئنة القلب أنه لن يتم اكتشاف هذه الجريمة يعني أنا أسفة لما يتم الغش بهذا المستوى دعموا مش خايفين من الحاجة أنا المفروض أن المريض والفقير المصري اللي توجه لمستشفى تابع وزارة الصحة أنه ينقذ ابنه فتسبب هذا المحلول طبعاً إحنا لسه في قيد التحييق لو المحلول ده ثبت أنه فعلاً هو سبب وفاة التلات أطفال لابد أن يحاكم صاحب المصنع بالقتل العند مع صابق الإصارة ترصد وأنا أسفة جداً ويحاكم أيضاً من سمح لصاحب هذا النفس الضعيف أنا أسفة جداً يا فندم لو فيه آليات للمحاسبة والمسألة سيلتزم الجميع تمام يعني دي مسألة أنا أسفة جداً فين المسؤول عن رقابة الأدوية فين المسؤول عن متابعتها وصولها لهذه المستشفيات مين اللي مسؤول المسؤول الإدارة المركزية لشؤون الصيد الله التابعة لوزارة الصحة ما هو ده اللي أنا هتكلم فيه بس خلونا ناخد بعض الاتصالات عشان فيه ناس عندها بعض الأسئلة والقراء معنا مين يا جماعة ألو أستاذ مصطفى من السويس مساء الخير يا أستاذ مصطفى مساء النور فندم فضل فندم أنا الأول بقى يعني بقى بسلامة على حضرتك والضيوخ اللي عندك أهلاً وسهلاً يا فندم بس أنا عايز أعرف يعني عندي فؤال كده بسيط من متابعاتي للأحداث اللي فاتت لأن الواحد قلبه موجوع على الأطفال اللي بتموت يعني أنا واحد من الناس قلبي موجوع على الأطفال اللي بتموت والناس اللي عملت نوت كل شوية في حوادث كتير إذا كان حريق وإذا كان مركب بتغرأ وإحنا بنعدي عليها كإعلام مرور الكرام يعني شمعنا الناس دي بالذات بنعدي عليها مرور الكرام كده وأنا من خلال متابعة يعني متابعات البرنامج حدث يعني شايف الواسطة بتقول إن ما فيش قانون راضع ولا أي حاجة تخلي الإلسان ده ما يكررش يعني غلطته تاني وبس مع عشرة جنيه غرامة وحاجات غريبة كده يعني يعني أنا هيتفهم إزاي الكلام ده ممكن يحصل يعني إزاي الكلام ده يحصل وإزاي يتحرك بهذه الثقة ويحط محلول يعني يكتب على العبوه حاجة ويحط جوه حاجة تانية وهو متطمن ويغش بهذه الطريقة دون أن يكون لديه خوف من أن هناك راضع يعني أنا مش أتكلم عن ضميره بقى الوطني ده ضميره مات يا قندم ضميره إيه ده أنا علم مفروض يعني أنا لو 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 واحد صاحب قرار أنا أديره إعدام أنا قلت للدكتورة كده ده أنا قلت للدكتورة ده موت أطفال يعني إيه نخلق له مصنع ويعني إيه نعمل له عقوبة مالية وهو مرتكب جناية لا لا عقوبة مالية إيه يا فندم ولا أي ينفع كلام عقوبة مالية في عقوبة مالية إيه ده أنا سمع دلوقتي من شوية إن السيد المحافظ بن سويب قرر صرف عشرين ألف سيئة تعويض للأطفال يعني أنا معلش يعني أي حد كده من اللي موجود عنده في الستوديو عنده صفل صغير عنده ثلاث سنين والأربع سنين جات له نازلة مع ويا راقب المستهد خد محلول غلط ومات أنا لعشرين ألف جنيه دول هما اللي هيعوضوني عن طفلي اللي مات الأخري يقولي أصلا يعني أفلت خط الإنتاج بتاع لا والمصيبة أنه هو خد ابنه أو خدت ابنها وراحت مستشفى حكومي ما راحتش يعني ده راحت مستشفى حكومي مفترض أن المستشفى الحكومي دي هي المكان الآمن بالنسبة لها تروح فين أنا بشكرك فندم خليني أرجع زي ما قلت أنا عايز الحوار يبقى موضوعي وإيجابي لأن احنا نعرض نتحصر ونبكي ألما وأنا متأكدة أن دون مزايدات الجميع يبكي داخليا لهذه المأساة الكبيرة أنا عايز أعرف الأليات اللي موجودة دلوقتي بتكفل لنا لأن وضحنا فيها قصور أين كان قطاع أو الإدارة المركزية للصياطلة من هذه المقالفات واللي هي ممكن ده ده اللي احنا اكتشفناه عاجات تانية ممكن ما نكونش اكتشفناه فين الرقابة اللي بتتم زي ما قلت حضرتك الإدارة بتليها دور رقابة على المصنع نفسه وبعد كده عن طريق مدريات الصحة بالمحافظات بيبقى فيه التفتيش الصيدالي بمدريات الصحة بيتابع المنتج بعد ما بيطلع من المصنع لحد ما بيتورد سواء لأماكن التوزيع أو للمخازن بتاعة وزارة الصحة بس التحليل والحاجات دي مركزي يعني في مزارة الصحة لفسها اه صحيح بيتم في الهيئة القوامية للرقابة والبحث الدوائية فاحنا عندنا احنا عندنا كذا حلقة في الرقابة اول حاجة الرقابة على المصنع نفسه اللي هي من التفتيش الصيدالي في الإدارة المركزية للشؤون الصيدالية بعد كده التحليل في الهيئة هيئة الرقابة الدوائية بعد كده الافراج عن طريق برضو الإدارة المركزية بناء على نتائج التحليل اللي بتصدر بعد كده هو بيتورد لمخازن المدرية ومخازن مدريات شؤون الصحية اللي بتورد لمستشفيات وزارة الصحة فيه ناس مسؤولين عن استلام الحاجات دي فيه إجراءات لاستلام الحاجات دي لازم يفحص ويتأكد انه هي اتخذ منها عينات وانها راحت المعامل وانها تحللت كل دي إجراءات رقابية فيه طرق تخزين لازم تتبع علشان ما هو ممكن ما يبوش مع كامل احترام يا دكتورة ولا مرحلة من دول تم لا هو الحدد الوقتي هو الحدد الوقتي التحقيق ما وصلش فين القصور في أني مرحلة هل المحلول اصلاً يتصنع لمحافظة بن سويف؟ لا ده لنا بقوله لدكتورة انه يتم الصناعة مركزية ويتم التوزيع المركزي على المحافظات وعلى المستشفيات وعلى الهيئات يعني هو لما حضرتكو تلاقوا نتيجة التحليل انه عامل على ابوة انه ده محلول معالجة الجفاف وجوه العبوة فيه جلكوز دي مسألة بقى يعني محدش حاجة طفلي مش محتاج جلكوز؟ لا لا يا فندم مأساتي أكبر دي دخلت ازاي على انها محدش اختبر هذه العينات من المحالين محدش اختبرها ما انا قلت لحضرتك هي أكيد تحللت الدكتور بيقول لي الدكتورة بزكائها شافت ان فيه واحد مات ده كويس ان هي فطنت بسرعة يا فندم دي ملاش علاقة بالزكاء لا ده هي اخترت بسرعة الادارة المركزية ان فيه حالات عندها يا دكتور حضرتك ايلي ان دي فيها ميا انا شربتها لقيتها شاي مش ميا يبقى هي لها كامل اش علاقة بالزكاء بلها علاقة انه لم يتم اختبار هذه العينات وفقا للمراحل اللي الدكتورة الفاضلة بتقول عليها خليني بس اوضح لحضرتك حاجة هو اكيد فيه طبعا اجراءات رقبية في كل العالم ومهما كانت الاجراءات الرقبية لازم هيكون فيه مخالفين هي الفكرة كلها المخالف ده بتعمل في ايه احنا يعني كذا مرة المخالف ده بتعمل في ايه بعد ما يعمل مخالفة؟ لا يعني ما هو انا مش مقضيتي دلوقتي يتعمل حاجة بتقولي فيه قانون هينظم هذه المسألة وفين نقابة هتشتغل عن انها تطالب بهيئة مستقلة للدواء انا بكلم حضرتك على المراحل التي تسبق هذا الامر والمتعلقة بعدم وصول هذا الدواء الفاسق للمريض يعني كيف سمح باستقبال تشغيلات التشغيلة دي رحت للمستشف حضرتك شرحتي لي اكتر من ست مراحل هو دايب عندما التحقيق لشغيل هو فين واجه التقصير واجه التقصير هل هو كان في المصنع التفتيش مش عامل رقابة جيدة على المصنع هل ده في التحليل هل تحليل مثلا لطلع كنتيجه غلط مثلا خليك معايا دكتورة عشان احنا عندنا بعض المداخلات وانا مهتمة اوين الناس تشارك معانا لخلق حوار مجتمع حقيقي حول النهوض ومنظومة الصحة في مصر احنا كمواطنين كلنا لازم نشارك في هذه المسألة وبشكل ايجابي معانا أستاذة ايمان من الأقصر تفضلي يا أستاذة ايمان السلام عليكم عليكم السلام يا فن بس يا فن أنا أبعاوز أشارك معاك في البرجامج لإني أنا في مصيبة باللي بتحكو فيه ده تفضلي أنا إيه بقى وردي وبنتي ماته ستة سبع ولد وردي وبنتي ماته بسبب الدكاثرة ما فيش حفظنات عياني ماته وردي وبنتي ماته لديها 15 سنة ما خلنا فتش عملت عملية حق النجاري كلفتني يا عمر كل فلوس 15 سنة وأنا حولش فيها ابن وردي وبنتي ماته بسبب الدكاثرة والإهمال أنا بناشد الرئيس فيه إهمال في البلد حرام عليكم حرام عليكم إحنا غلابة البلد يجي على الغلابة والله والله العظيمة يرضي ربنا الناس حرام عليكم يرضي ميني بحصن ندياتي أنا أمو كلفت حرق على بلدي وبنتي وردي وبنتي ماته بعد 8 ديام من ولادي جمش لكينا على الضنار بخص الحظة أنا خاصة اليوم بألف جنيه وانا هو مش لاجي أجنيه أأكل به مش لاجي حضانات دخلتم الحضان عند البلال في البيضية في الوقصر بيأخد في اليوم ألف جنيه عالتوأم ودلاث تلاث تحت الحساب يرضي مين ده يرضي مين في البلد ما فيش حضانات في الآخر عيالي يموتوا يرضي مين أنا جوزي شغال أرزقي بشير رملة وطوب وأنا عشان أعمل عمل أعملية بشتغل على الكوفرات قال لي أخس الفتاتين أخس الفتاتين في الكوفرات أعملية يا ربي على أني في دروس عملته عدن مجاري عملته عدن مجاري دفعت عمري كله بلوث خنا تزمن الألف حلق أوبرات لن أخس الفتاتين ون أخسر في المنتدين ون أخسر بالكساب على العشرة في اخر اليوم. ام يا امو يا زيجيني في اليوم ستباشي ان انا قلت عايز اعيش فيت ناس. عايز فيت ناس يا ربي كنت معايا عين. مش بخلي. فانا تباكت معاملش الحمل اليوم نزحي. تباكت معاملش الحمل اليوم نزحي. نزحي. واي. اوهي على حيال الماضي والذي اتعمل يا ربي. اعمل يا ربي يا ربي. بناشد الغيب. بناشد الغيب. بناشد الغيب. بناشد الغيب. بناشد الغيب يوقف عاسل فيه. عاسل تعجيك. دي دكتوره. جوزي راح له. قال الله يخلي كبير عيش في الحضانات كل يوم. قال في شنين. الله يخليه. انا فيه خرطي من ضغطي. هو والده كنت ارز انا لروح ادوار مع العيالي. انا كنت ارز 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 انا لوردي. دوردي بنتي العمل طبال حقل. المجالي مرتين اعملها. مرتين جوزي بشير رملة وفور يا ربي. مدام ايمان. يا لي ماتوا. يا لي ماتوا. مدام ايمان انا 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 مش قادرة اعطلك ومش قادرة اكلمك. واللي انتي بتقوليه بيهز مشاعرنا كلنا ويعني. لا لا انا كملت الكيشن. جوزي راح للدكتور. جوزي راح للدكتور في الملساد المشفد البيضية. دخلت حضانة عادية غير الحضانة اللي هو حيصف. مات بسبب دكتور. انا بناشد النائب العام والرئيس. انا عيالي معدو. انا عيالي معدو. انا عيالي معدو. بالحقل انا جربتك ما رجحت. طبك ما رجحت ده انا مش بخلف. انا جربتك. ليه قوص باشد تانا. انا ناسم الرئيس وقفوا ليهي حقك في موضوعي. والنائب العام. يا ناس عرام عليكم اشتغل اي تاني. انا قربتش انا عارفة ان الالم اللي جواكي وارجوكي يعني احنا فعلا والله كلنا يعني في حالها دلوقتي. وانا متأكدا كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي. انا بس. سبحة وثلاثين سنة. انا اقلق. يا عملا الله. خليك سبحة وثلاثين سنة. ربنا يا عواضك خير. واحتسب يا عند ربنا. ربنا ما بيضيعش حق حد. ربنا ان شاء الله يا عواضك خير. بس ارجوكي تهدي. وانا تسمحي لي بس ان حضرتك تسيبي رقم تليفونك دلوقتي. بعد ما نقفل معاكي على طول. آآ زميل احمد وزميل عبدالوهابي يريد تاخدوا رقم مدام ايمان. وارجوكي تنتظري مني مكالمة بكرة صباحا يا مدام ايمان. مدام ايمان حاجة سمعاني. ارجوكي ترجع تتصل لتاني وتسيبي رقمك. واحنا معاكي كلنا. وهنسندك ومش هنسيب حقك. وهنشوف ازاي نقدر نساعد لتخفيف آلامك والمأساة اللي انت فيها. ارجوكي تتصل لتاني ويسيب الرقم لزملائي في خادوا رقمها. طيب تمام. انتظر حضرتك مني بكرة ان شاء الله مكالمة. وربنا يقدم الخير ان شاء الله. معنا مين يا جماعة? استاذ سمير من الشرقية. افضل يا استاذ سمير. الاستاذة رشا نبيل تحياتي ليكي وتحياتي لضيفك الكرام وتحياتي للسادة المشاهدين. اهلا وسهلا. المعتذر ليك يا استاذة رشا عن عدم وجدي في المدخلات نفية معكي عبر برنار الكلام تاني لاني طبعا كنت فيان سيئة ماضية اه بعد وفاة اه القارئ بالزعوة وتلفزيون خالي الحاج السادة مطلع عبدالعام. اه البقاء لله. افضل يا استاذ رشا بكيت عندما بكيت المرأة منذ قليل. عايز اقول لك ان اه لا تعليق على احكام القضاء. متى يبدأ مجلس النوار? لعيدة شرع هذه الكوانين. كسرت برائم القتل. لعدم وجود احكام راجعة. والمجنة عليه هو الضحية. من هذه الكوانين. ننتظر مجلس النوار. لعادة تشريع هذه الكوانين. ليكون حكم راجع. الى من تصوي نفسه. باتكابة جريمة. لتقل هذه الجرائم في مصر. لو حدثت هذه الجرائم في دولة اخرى. لأقيلة وزير الصحة. واقيلة الحكومة. عايز اقول لك ان الخطير في المستشفيات ليست الشرقية فقط. ولكن في جميع محافظات القاهرة. عايز اقول لك معاملة سيئة من الطبائل المرضى في المستشفيات. عدم وجود عنها مركزة. عدم وجود حضنات. عدم متواصل ادوية في المستشفيات. ودائما الصياد لا يعطونونا ادوية خطأ للمرضى. اين المسؤولين? اين المسؤولين من هذا? انا عايز اقول لك يا أستاذ. يا الحياة كمان العضية كمان مش مسألة اشخاص ما احنا ممكن نشيل فلان ونجيب فلان وطبقى المنظومة كما هي. ولا يتم موجود نظام او سيستم للمحاسبة والمسألة والمراقبة والمتابعة. هو ده اللي هيخلق. ولو احنا نجحنا ان احنا نعمل ده دلوقتي ده هيكون انقاص كبير وبداية حقيقية بنقول فيها كلام تاني. لان الحقيقة انا مقتنعة ان المسألة مش اشخاص. شلنا فلان جبنا فلان حطينا مش عارفة مين. هي القضية ازاي ننشئ آليات او. امن دوائي قومي. مصبوط. لان الامن الدوائي القومي الوقتي اصبح في خطر. زي ما انا بعيد واكرر تاني. ان كل الدولة. اه يعني انا مستغرب ان مصر دولة زي مصر. بقوة مصر. مفهاش مصنع الانتاج موات خام. مفهاش مصنع الانتاج البان. مفهاش رقابة جيدة على الدواء. ان حتى التشغيلة اللي راحت باني سويف. اقل شيء. ان التشغيلة دي يتم اقاف تسليمها للمحافظة لحين الانتهاء من تحليلها. لو كان فعلا فيه جهاز رقابي قوي. كان واقف تسليم التشغيلة دي لباقي المحافظة باني سويف. الا لما تطلع النتيجة بالاجابة. النتيجة سليمة اسلمها للمحافظة. انا لا يعني لا انكر. على فكرة زي ما الدكتورة سعاد قالت ان التحليل بتتم تحليلها مية في المية. يعني مفيش بعضة يعني عينات من تشغيلها. مية في المية لازم تتحليل. لو كانت بتتم مية في المية. مكنتش قبل ان راحت باني سويف بالشكل المؤسف. النقابة. والله اعلم يا راحت باني سويف ايه كمان. انا من موقفي وموقعي كنقيب لصدلة مصر. انا بقى اطالب بسرعة التحقيق في هذا الامر. وان النقابة. وان لأ تحقيق وان النقابة لن تتهاون. حياة المواطن المصري دي في رقابتي قبل رقابة اي حد. يعني حياة المصري وتوصيل دواء امن وفعال هي المعنى بها نقابة الصدل. المرأبة على المصانع. والمرأبة على الاجهزة الرقابية ايضا. الاجهزة. يعني هذا الوزير في هذا الموقع وهذه الوزارة والمسؤولين فيها هم المسؤولون. احنا احنا كمواطنين هم دول مسؤولين قدامنا. طبعا. يعني هذه مسؤولية الحقيقة مشتركة. واحنا في انتظار مش كل مرة يحصل نفس المسألة. اه مش عارفة اقالة. زي اللي حصل في الوراء. مش عارفة اقالة الرئيس المسطحات المائية. ولا اقالة رئيس قطاع النقل النهري. من انواع تسكين. احنا زي ما حضرتك قلت في مراحل معينة. انا عايزة مشي زي ما الكتاب قال. عشان اشوف انهي مرحلة اللي تم فيها القصور. مين اللي سأقى. انا رقبه واحد. طب سحب المحليين الليوقتي مسؤولة. مم. في كارسة بتحصل في مصر. انه ما فيش محليلagi في المستشفيات. لا في الدكتور طارق قال انه في مش شركة المصر. شركة المصر. في مش شركة تنتج نفس ألا? في يوم الحد ان شاء الله. انا الناس بتكلمني من بني سويف ونطيب بني سويف. كلمني انه في كارس uma في بني سويف. مفيش محليل في المستشفيات. لانه تم سحبها. خلينا. خلينا. خلينا نحو اوقع الوة. المحليل الخاصة بشركة المتحدون وهي الأسف كانت من ضمن هي الشركة اللي كانت دخلة لا دكتور طرق سلمان قال ان فيه خمس شركات بس هي كانت تاسية عليها المناقصة هي اللي بتورد لوزارة الصحة فهدلوقتي يوم الحد ان شاء الله لا ده انتو بتقولولي معلومة كارثية شركة المتحدون اللي فيها الكارثة دي هي اللي وزارة الصحة متعقدة معاها عشان تورد المحليل كل مستشفيات الجمهورية كل مستشفيات فيها المحلول ده وده الظنة لما تتعقدوا مع شركة وزارة الصحة تتعقد مع شركة ما تبقاش حتى اللي هتوزع لكل الجمهورية كل ضمانات صدور قرار الوزاري بسحب المحليل وسحب المحلول الميتا هيدريل ده معناها ان مستشفيات مصر كلها الان خالية من المحليل لا انا عندي كارثة تانية يا دكتور عايزة اتكلم فيها بس اسمحولي ااخد بعض الاتصالات الهاتفية استاذة مها من القاهرة مسائل خير يا ستوزنة مسائل نور يا فند صدال يا فند انا بشكرك على البرنامج اللي حاجتك فيه بتتكلمي بخصوص حياة المواطن البسيط فانا اتعرضت للأدوية صناعة المصرية اللي هو دوة اندروكسين بتاع القدة الدراكية انا شايلها من سنين طويلة فكنت باخده ففجأت لقيت الو اتفضلي يا فند فلاقيت ان بعد لقيت نفسي عمالة تعبانة جدا ولا كاني شلت الغدة ولا اي شيء ولا كاني باخد الدواء وعمالة اورم 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 زي الممثل اللي هو الاستاذ احمد زاهر ففجأت فراحت لقيته للدكتور و بشتكيله من الامي ولا عرف امشي ولا شيء فراح 의�يع تعاملي اكتهم لي تعليلها لما عملت التحليل لقيتها عالية جدا كل الأدرار دي مش هنعالج كل ده فحنخلينا في معالجة الغدة المدة شهر وبعدين تعيضي تاني ده نتيجة الدواء دايما ضمها؟ ايو ده نتيجة الخلاصة انا باخده بقالي سنين وكنت ارهاق وتعب وبحتضر بموت وعلى طول متنرفيزة وعلى طول مش قوي الشيء نفسي يعني الموت قهوان علي فلاقيت الدكتور قال لي انت بتاخدي جورا قدي قطلو 150 فرد قال لي بتاخدي المصري قطلو معرفش يا دكتور انا بطلبه من السيدلة وبيدهولي هو ده اللي عنده فرد قال لي لأ ارجوكي متاخديش المصري المصري كأنك مش بتتعرجي كأنك انت مشايلة الغدة وبالتالي المصري ملوش اي فايدة باطلاقا يعني انت عايشة من غير اي استفادة مفيش عندك غدة ومفيش بتاخدي الدواء المصري ده ملوش يعني اي فايدة لازم تاخدي اللي هو الاجنبي فانا بقالي دلوقتي شهر رمضان كله باخد الاجنبي طبعا اتحسنت الورم اللي انا كان فيه بتدا يقل لكن اللي انا عايز اقوله حضرتك ان العلبة بتاعت الاجنبي زي العلبة المصري بالزبط نفس الشكل المية المية زيه 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 الخمسين زيه زيه طيب بالنسبة بس هما تكاترة بيقولوا معايا في الاستوديو وهما طبعا اضرب ده لان ده شغلوتهم ان مفيش منتج مصري من هذا الاسم مفيش مصري مصري المتداول في السوق كله ليفوثيروكسن مستورد مستورد يا مدام مها كله لا يا فاند الالتروكسن اللي هي حضرتها بتقول عليه ده الالتروكسن ده بتاع شركة اجنبية لا لما رحت اقلتهم مش عايزة المصري وعايزة المستورد فراحوا مديني اللي هو اه سنة اسبانية بس يعني مصنع في يعني المصنع بتاع اسبانيا بس مصنع في السعودية بس الحمد الله هيك بتاخدي دلوقتي السليم وحسنت الحمد الله من الدمنا الحمد الله على سلامة حضرتك وربنا معاك ان شاء الله معانا كرم من القاهرة تفضلي اساس كرم ايوه من فضلك انا عايز اكلم لدكتور نقيب السيادلة تفضلي فاند اسأله نصف سيداليات مصر لا يوجد بيها السيدالي المسؤول كل اللي وقفين في الاجزخانات بيسيبوا الاجزخانة لعامل خبرة او لأحد الناس اللي هم الغير سيادلة اين الرقابة السيدالية على السيداليات في مصر ده سؤال مهم جدا بشكر حضرتك عليها اساس كرم فعلا في عدد كبير جدا من السيداليات ما بيقاش فيها اطباء سيادلة موجودين وبقى فيها عدد من الفنين او العانلين هو اللي بتدي له روشيتة بيطلع لك الدواء او ممكن يروحه اهلين او له عندي اصداع احنا في مقابة انشأنا لجنة تسمى لجنة محاربة الدخلاء دورها اصلا المعنى بيها وهي محاربة كل دخيل على المهنة بالتنسيق مع ادارة التفتيش اي شخص هي مش مسألة محاربة الدخلاء ده هو الدكتور صاحب الصيدالية هو اللي بيعين موظفين في الصيدالية غير اطباء اي حد بيوفي الصيدالية مش صيدالية اصلا لا يجوز لانه هو يزاوي المهنة طب حضرتك ده التفتيش اي التفتيش دائم يا فنم يعني احنا لو نزلنا كل الصيداليات هنلاقي كل اللي فيها يعني ممكن يبقى فيه طبيب بس موجودين كلهم وبيشتغلوا ومعاملين وليسوا لا هو مساعد صيدالي في وجود الصيدالي يعني احنا يعني دايما هنقول مثلا تسعين في المئة من صدات مصر فيها صيدالية تمام يكون السيدالية تواجد فيها الصيدالية يمتهن المعنى صيدالية يعني انا مثلا اروف بقى اسأل للوقف ده انت دكتور سيقولي اوه انت بالديني ما يثبت انك انت دكتور النقابة معنية بهذا الامر وان شاء الله احنا في طريقنا ان احنا الطبيق الصيدالي هيلبس البلطه ويبقى فيه شعار مكتوب من النقابة العامة مكتوب فيها ان اسمه بانك فكل انحاء الجمهورية في وجه بحري في وجه ايه والمريض اللي يتضرر المفروض المريض اللي يتضرر من انه مفيش صيدالي في صيدالية من فضلك بلغ عن هذه الصيدالية طيب انا بس عايزة احنا عندنا ستين الف صيدالية مسجلة مصبوط مستحيل انه هتبقى انا عايزة وفتقدم معلومة قبل المقلمات انا مش قادرة انساها هذه الشركة هي اللي تم يعني رسع عليها العرض او النقصة خليني ارجع للنقطة دي تاني مع حضرتك وقصة الاجراءات الرقابية فيه اجراءات رقابية فيه اجراءات رقابية يعني هتو عندكم شركة دي تضع المنصة وهي عندها تاريخ سيئة الغش دي تضع المنصة على اساسي خليني اولي بس حضرتك فيه طبعا فيه معايير لا مش السعر يا فندم لا طبعا فيه موصفات فنية انه يجب ان تكون مسجلة هو مسجل يا فندم اصنع مرخص الشركات مسجلة والمصنع مرخص ولكن اللي بيرسع عليه العطاء هو اقل سعر اللي بيرسع عليه العطاء اقل سعر بس لازم يكونوا كلهم مطابقين فنيا لازم يكونوا كلهم مطابقين فنيا يعني لما تلاقي حضرتك في تاريخه ان هذه الشركة كان فيها مخالفات لا دكتورة دكتورة اصلا الموضوع بجد صعب جدا طيب اما انا اقول حضرتك احنا تدركنا ده احنا في النظام الجديد بتاع الامداد الدوائي عملنا نظام جديد اسمه سابلاير بيرفورمنس مانجمينت يعني بمعنى تقييم اداء الموردين مش بس بقينا نعتمد على شهادة التسجيل وان المصنع مرخص لا ده السابلاير او المورد اللي بييجي من منتجه مشاكل زي الحالة اللي احنا فيها دي سواء في الجودة او في التزامه بالتوريد او في غيره مش هناخد منه المرة الجاية وده نظام مستحدث لسه بيطبق من اول مناقصة السنين ده عامل ما تدرهم من المناقصة دي ولا بيطبطوا المناقصة دي لا يا فندي المناقصة دي كانت من سنتين اصل المناقصة الجديدة دي حيطبق فيها هذا النظام انه حيبدي يقية وغيرهم على كل ناس حسناك بتسألي على ان لازم نحط نظام وليس نكون مستطبطين بأفراد بما ان هذه الشركة بتورد لكل المحافظات ولكل المستشفيات وزارة سطح حضراتكوا كاجراء احترازي خدتوا عينات سريعة من هذه المحافظات عشان ما تكونش نفسي قديم لا لا احنا سحبنا كله واتسحب كله ما بقاش فيه دلوقتي من هذا المحلول في مستشفى في وزارة السحة ولا مركز وزارة السحة طيب دلوقتي اقدامي طيب كويس ده خبر عشان الناس لا ده من اول ساعة من اول دقاء كل كميات المحالين دي اللي موجودة في المستشفى اذا كان المحالين نفسها تم سحبها هل تم استعوضها؟ لا طبعا يوم الحد يوم الحد ان شاء الله لا طبعا ما تمش تاني حاجة تاني حاجة اليوم الحد يوم الحد يوم الحد تحليلت اكيد تحللت تحليلت تحملها المشكلة دي تحليلت أنا معرفش ناتيك تتحليل طلعت بالمطابقة وهي مش مطابقة فيبقى في كده ايوة ده ده اللي تحلل من مكان من مكان ده معناه انه فين يا دكتورة التقرير اللي عملته اللجنة الخاصة في دخول هذه العينة الى المستشفات باني سوف تقريرها كان موضوع اللي بيحصل اللي بيحصل ان التشغيلة زي ما سيادة النقيب قالك 80 ألف عبوة بيروح مفتش السيدالة او إدارة السيدالة بيسحب عينة من 80 ألف عبوة دول بيروحوا المعامل يتحلل لأ 100% يعني كل تشغيلة مش 100% اللي بيحلل 10 تشغيلات كل تشغيلة هو بالمناسبة ما عملش في 80 هو عمل في بيئة الربعمية اللي باعهم لكم ودخلهم من غير ما يكونون ترئيزهم هو زور في دي مش مشكلة التحليل وضبط الصحة يعني لما ادته تصريح بـ 80 ألف عبوة مش ادته تصريح فندم هو تقطو الانتاجية 80 ألف ملف التشغيلات بتاعه مقيد في 80 ألف انتو استلمت 400 ألف ولا 80 ألف إذا كان المفروض يتم تحليل 80 ألف هل لو انتو استلمتوا أكتر من 80 ألف معناها ان فيه خطأ عندكنتو ثانية واحدة سترة طبعاً ما عليش فيه هو بطل الأحوال عندهم خطأ لأنهم لم يرقبوا وزيلة عيناتك لقد دخلتها خدوا 80 خد ربعمية لا يعني أنا أنا مدي تصريح بـ 80 مفيش حاجة دخل ربعمية مفيش حاجة اسمها مدي تصريح مدي عين التشغيلة 80 ألف هو بيورد يا فندم في المدرية المدرية تعرف من فين إن حجم التشغيلة دي بالزيت 80 ألف ممكن ده الوزارة هو أنا حبلغ المدرية بكل تشغيلة تتعامل في كل مصنع في 140 مصنع لا يا فندم ده ما بيحصلش في أي حتة في الدنيا أمان أنا أختبر وأتابع المنتج اللي طالع من كل مصنع أزاي ممكن يديجي من المصنع بتاع بميات كويس وباني سوف وحش والأهلية كويس مصنع إيه هو مصنع واحد بيورد لكل المدرية أنا أصد تودي مستشفى باني سوف عينة بايزة وتودي مستشفى القاهرة عينة كويسة وتودي مستشفى أسيوت عينة بايزة ازاي هو التشغيل باني سوف راحت بايزة ازاي يا دكتورة سعين الباني سوف مراحتش مش باني سوف بس أكيد اللي راحت بايزة وبعدين حارتك عرفتي من أنه هو خارج أنه هو خارج من المصنع بايزة من أقولت لحارتك أنه فيه كذا مرحلة ممكن يكون يا فندم خارج من المصنع بايزة ايه ده حضرتك بتقولي أنه هو مفروض محلول معالجة الجفاف هو حاطس كويس يعني هو طلع من المصنع ايه العينات اللي اتلاقت في المكان الصرف آه فيها جولوكوز استلموها ازاي استلموها بأكيد بشهادة تحليل بس هي الفكرة هو مش بيعين مش بيحلل ما أنا أرجع أرجع أقول مش بيحلل الثمانين ألف بيحلل عينة الإفراج بيبقى على التشغيل هو دحك عليكم يا دكتورة فزارة الصحة أنا أسفة جدا ما أنا قلت الحضرتك أنا عايز أعرف مين اللي بيخليها تحرف بأزه الثقة إنه يدي لحضرتك عينة من التشغيلة بتاعت الثمانين ألف تبقى بتقول إن ده محلل معالدة الجافة ويورد لحضرتك يا دكتورة بولوكوز الخطأ ناحيتين خطأ في غش وخطأ في ضعف الرقاب يا فنة أنا مش هميني الغش اللي عايز يغش وضميره بي أنا ليه فين اللي بيرقبه واللي بيتابعه وفين حضركه يعني أنا عايز أعرف أنت وزارة الصحة ما عندكوش كده يعني قلق من الكارسة اللي حصلت دي يعني إزايا فنة ما عندناش قلق إزايا إزا كان في الوزارة في طوارق من ساعة اللي حصل ده هي الفكرة كلها إنه إحنا دلوقتي بنشوف فين المخطئ والمخطئ أكيد هيتحصل وهتعود تشوفي قد يا دكتورة حضرتك كل اللي إنتي عايزة إنك تشوفي التقرير اللي حلل هذه العينات الخاصة بالتشغيلة كان بيقول إيه يا دكتورة كان بيقولوا إنه محلول التقرير اللي طالع من الهيئة التقرير اللي طالع من الهيئة اللي تم بناء عليه الإفراج التقرير مظبوط سليم هو اللي راح هو اللي راح إمتى هو ده السؤال مين اللي بيرايب على الراح إحنا الوزارة ما بترقبش على كل تشغيلة بتطلع من المصنع زي ما قلت لحضرتك على عينا سويني بس دكتورة سويني بس الإجراءات الرقابية على المصنع إن أنا باعتمد ممارسة التصنيع الجيد مرة بعمل أودت سنوي بحلل المنتج فدلوقتي هو دلوقتي المنتج تحلل ومنتج مطابق بتحليل المعامل هو عمل إيه؟ هو حط حاجات أو حط كميات أصنع كميات تانية مش من التشغيلة اللي هي راحة المعامل وتحللت ده غلط في جوه ممارس يعني ده مخلفة في ممارسة التصنيع الجيد جوه المصنع استلمتي ده لي يا دكتور؟ مين اللي استلم يا فانت الهيئة المفوطة استلم ده؟ مين الهيئة؟ الجهاز الرقابي اللي عنده حضرتك اللي بيستلم مش جهاز رقابي فانت اللي أنت باني شويب بتسلم رقم تشغيلة اللي بيستلم يا فانت ده الصيدالي اللي في المخزن اللي في المستشفى ليه بيستلم؟ بأوراق الأوراق دهين عبارة عن إنه شايف شهد التحليل واتأكد إن شهد التحليل بتاعة التشغيلة اللي متوردانة نعم احنا بنلف في حلقة ملوفة فهي هو عمره ما هيعرف ان الشركة متلعبة اللي بيكشف ان الشركة متلعبة هو القدت بتاع وزارة الصحة ليه القدت بتاع وزارة الصحة طيما يعني انا صيداني حضرتك جايبا لي ورقة ان ده دواء معين انتي بتسلميني كم عبوة بان ده هو الدواء ده برقم التشغيلة مصبوط انا بسأل حضرتك ده حللته العينات اللي في التشغيلة طلعت من طبق المواصفات حضرته ورد لحضرتكه عينات غير مطابقة اللي بيرائب على المصنع مختلف خالص عن اللي بيستلم اللي بيستلم ده المخزن انا عميشوش كلا مع اللي بيستلم انا خليني في اللي ورد اللي ورد ده هو ورد بالمو يعني هو حط رقم تشغيلة على حاجات على حط رقم تشغيلة مطابقة حط رقم تشغيلة مطابقة حط رقم تشغيلة مطابقة على ربعمائة ألف أنتوا خدتوا كم منه؟ لا أنا ما عنديش الرقم دلوقتي الحاصر أنا أختبر 80 ألف أنا أختبر 80 ألف وكويسين يا فندم في معايير للسحب دكتورة أنا اختبرت 80 ألف وكويسين 80 ألف يخلوني أخذ 400 ألف أنا معرفش المشكلة في السيداليات الأهلية لا حضرتك الدكتور طارق سلمان قال الرقم كام يا فندم الدكتور طارق سلمان قال الرقم كام وده رئيس الإدارة المركزية مفاعد الوزير لشؤون السيدالي وراده كام أنا معرفش وراده كام التجهيلات دي بقى اللي بتتم في السيداليات الأهلية ده اكتشفني لما رحنا حققنا في الموضوع دخل وزارة الصحة كام الرقم ده مش عندي لو دخل 80 يبقى احنا تمام مش دخل وزارة الصحة يا فندم دخل المستشفى المستشفى ملهاش علاقة خالص دكتورة هو بيدخل المستشفى من الباب الخلفي والعب وزارة الصحة المصرية مش عبر وزارة الصحة الثانية حضرتك هو الصيدالي اللي واقف في المستشفى عرف منين ان التشغيلة دي حجمها 80 ألف احنا اللي نعرف هو حيرجع علينا في كل تشغيلة بيستلمها هو كان مصنع كام علشان يعرف هو بيستلم كيف يا دكتورة انا فكرة انا ميش دعوة الاستلم طيب ما هقوم استلمت 400 ألف وهو صنع 80 ألف دكتورة سعيد دكتور خليك معانا انا ليا دعوة وزارة الصحة استلمت من هذه الشركة كمية كام ده اللي انا بسأل الرقم مش عارفة انا مش عارفة الرقم دلوقت بس حالي نجي ترغيز اخد الدكتور خلينا اخد الدكتور طرق سلمان على التليفون الدكتور طرق سلمان مساعد وزير الصحة مساعد الخير دكتور مساعد الخير يا فندم ازاي ساعد حضرتك اهلا وساهلا دكتور دكتور ممكن تقولي حضرتك استلمتوا من الشركة دي كمية كام من المحلول احنا اللي فهمتوا من تصريحات حضرتك ومن الستوديو الآن ان هما خدوا موافقة على تشغيله بـ 80 ألف والـ 80 ألف دول حضرتك عملتونهم تحليل وكانوا صالحين وكله تمام حضرتك استلمتوا كام من الشركة دي مابوس يا فندم احنا بابنستلمش اه يعني احنا دينا زي ما يعني فهم من حضرتك كده ان احنا هم عشر تشغيلات كله تشغيلة بحوادي 8000 مجموحهم 80 ألف حضرتك قلت من شوية ان هو صنع في بيته صنع في المصنع بالليل احنا كوزارة احنا كوزارة المية الزيادة اللي هو صنعها بيوديها مباشرة للموزعين بتوعه انما هو الغش فيه يا فندم احنا كوزارة الموزعين بتوعه هم مين اللي هم المستشفيات لا 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 مش المستشفيات شركات التوزيع شركات التوزيع احنا يعني هو خد رقم التشغيلة اللي احنا تمحناه ليصنع بيها 80 ألف وصنع بيها كمية اكتر بكتير انما هو مرحش وردها مباشرة للمستشفيات هي هذا الرقم حطه عند التوزيع الوزارة متعقدة على كمية معينة هي مش وزارة الصحة بس وفيه مستشفيات جامعية وفيه صيدريات خاصة وفيه مستشفيات خاصة احنا التعاقد اللي خاص بالوزارة الصحة لان يزيد باي حال من الاحوال على 80 ألف يعني حضرتك خدت منه 80 ألف بس احنا ماخدناش يا فندم ده تعاقد لمدة سنة ممكن ما نكونش اتحبنا لسة حتى 10 ألاف أو 20 ألف يعني ده تعاقد منقصة هو دخل دخل الكميات غير الصلاحة زي للمستشفيات الحكومية ما هو يا فندم يعني هو مش حكاية دخل ازاي هو الحاجات دي موجودة فيه التوزيع بنفس الرقم اللي هو بتواريخ صالحية مختلفة خلاص تشغيلة واحدة نفس الرقم صح يا فندم نفس التشغيلة هو الغش يجي من هنا انه واخد نفس التشغيلة الصح وصنع بيها وحطت على على كميات زيادة نفس التشغيلة فبتدخل المستشفى بنفس التشغيلة اللي واخدها موافقة فين المتابعة اللي تمت لده يا دكتور فين الرقابة اللي تمت عليه هو بيشتغل كل الشغل ده ما هو ده بقى ايه ده التحقيق اللي احنا شغالين فيه مع الادارة المختصة بس يعني اسمحيلي ان انا اقول حاجة مهمة جدا ان في خلال الثلاث يام اللي فاتوا احنا على اتصال بجميع الشركات يمكن حضرتك مشكورة قلت ان دكتور طريق طرح وهو ده فعلا فيه شركات مصرية عندها سمية انا مختلف مع الدكتور محي بشدة لان في خلال اليومين ثلاثة اللي فاتت في ادارة ازمات في الوزارة عملت حطر في كل الاصناف المماثلة دي اللي موجودة في هذه الشركة من خلال الشركات الاخرى وتم تبليغ 27 مدرية ووزارة صحة وتم تبليغ جميع المستشفيات الجامعية يعني يا دكتور طارق تم سحب المحليل ودخول المحليل تانية من شركات اخرى اكمل بعد ازمة حضرتك السوق المطري مكوش ازمة ولا حاجة أستاذن حضرتك لو في ازمة في السوق المطري بل أنا بني سويف ونقيب صادلة بني سويف كلمني وكان بيستغيص البارح ان المستشفيات تم سحب منها المحليل وما فيش محليل متوفر قال لي يا فندم يتبسل بيا انا بعتني يروح لإدارة السيدالة عمدي يا فندم حيلاقي كشف دي طيب ده لتأمين الاحتياجات الحالية لكن انا مقدر شانسة حق اللي ماتوا اللي ماتوا دول حقهم في رقابتنا كلنا ارجوك لو سمحت أنا عايزة اعرف لو في اجراءات تم فيها قصور تتعلق بدخول هذه الكميات يعني هو انا اسفة جدا هو واصل لمستوى من انعدام الضمير والثقة في نفسه ان ياخد منقصة وزارة الصحة المصرية وترسى عليه ويحط محلول برقم تشغيلة معينة والمحلول يكتب عليه من برا انه هو محلول معالجة الجفاف ويبقى جوة كلكوس يعني ده هو بيتصرف بحرية وبثقة كأن مفيش حد هيتابعه وكأن مفيش حد هيرقبه وكأن مفيش حد هيتشف الكرسى اللي هو عملها منين هزيه ثقة يا دكتور هو يعي تماما ان مفيش ايدي خبضة على المسألة لا يا فنمي بصي اقول لحضراتك موضوع الغش يعني موجود في كل العالم موضوع غش الأدوية لي نسب محددة في كل العالم لا يا دكتور ما أنا ممكن أكلمك عن منظومة صحية كويسة قوي للناس وتأمين صحي كويس وقال برضو العالم فيه كده ما هو العالم بلاش حكاية في كل الدول فيها كده من فضلك كلمني عن الواقع اللي احنا قصة به نتعامل معاها ازاي انا متأكدة ان حضرتك بتتألم زينا بالضبط لموت هؤلاء الاطفال وضميرك الانساني والمهني لا يقبل بهذه الواقع ولا تقبل وانت مساعد وزير الصحة اللي شؤوني صيدالة ان يتم العبس على فكرة يا فندم هذا يعمل قتل من الاستهانة بمسؤول الصحة في مصر ده بيعمل اللي هو عايزه وحسس ان حد شي حاسب ولا حد يجيب لا لا اتفق مع حضرتك اتفق مع حضرتك طبعا انما احنا الحمد لله يعني بنتعلم وبينشوف الآليات ايه بس برضو احب اوضح لحضرتك ان طبعا الدكتور عادل عدوي وزير الصحة احنا مشكلين لجنة من اساسة الاطفال عشان تشوف الوضع ايه نتيجة النقيب يمكن بدأ ووكيل وزارة ساحة بنسيف كان في تقريره اللي مبعوط للوزارة بيقول ان في حالتين من الاربعة ما خدمش محلول خالص نهائيا اه الحالتين اللي الدكتور عادل عدوي قال لي ان هما نتيجة التحليل التهاب نتيجة الوفاء او ساعة الوفاء التهاب يعني كله في طور التحقيقات ما نقدرش نبتم ان المحلول هو السبب فيه خطأ لا يا فند لا ده لسه الدكتورة سعاد ايلانا والدكتور وعي ان فيه التحليل بتقول ان هو كاتب على العبوة ان ده محلول معالجة الجفاق وهو فيه جوة كليكوز وبالتالي الطفل محتاج املاح وحضرتك طبيب واستاذنا انا مش طبيبة الطفل محتاج املاح مش محتاج الكوز وبالتالي الطفل كان كده كده هيموت لانه خد محلول وريدي مفيش فيه املاح لا يعني يعني ممكن حضرتك حنرجع لأسازاتنا في الطب الشرعي وأسازات الأسطار يقولوا ان محلول يقولوا ان البلوكول ممكن يموت ولا لا انما خلينا الموضوع انا اسف يا دكتور طارق حتى لو ما موتش منين يجيب هذه الثقة ان هو يدخل يكتب على العبوة ان هي محلول معالجة جفاف وتبقى هي جوها حاجة تانية لا طبعا وعشان كده ده ممكن بعد كده يحطولنا مياه في اي حاجة والنص ده ده وعشان كده فندم تم اغلاق المصنع والموضوع تحاول للنائب العام للتحقيق لا انا عايزة سيستم يا دكتور في وزارة الصحة مراقب وخلينا اتكلم بصراحة ليس عيبا ان يشارك معكم المجتمع المدني في وجود هيئات مستقلة لمتابعة الجميع واظننا حضراكم في وزارة الصحة لانتم منوعوا من وجود هذه الهيئات المستقلة وعشان كده يا فندم ايه برضو انا بشكر المواطن ان قال الغرامة عشر جنيه الان يتم تغليز العقوبات لانه وقع زي دي في تغليز العقوبات اللي مطروح للوقت في إطلاح التشريعي يؤكد او يوصلنا انه هو يحب احنا يعني في صدد تعديل القانون ان الغش الدوائي تصل عقوبته الى بدل ما هي جنحة بقت جناية ويعاقب عنها بقتل العدد حضراكم مهتمين بهذه النقاط وهي نقاط مهم بس مع كامل الحشراني انا مهتمية بنقطة تانية عدم وصول هذا الدواء غير الصالح انا مش عايزى يمر اصلا يعني مش عايزة من تساوي له نفسه احنا شغالين عن منظومة الرقابية وبنتور المنظومة الرقابية احنا ما بنقولش ان احنا بيرفكت بس احنا شغالين عن منظومة الرقابية لكن هيفضل فيه مخطئ وطول مما فيش عقاب رادة للمخطئ هيفضل هي هيفضل يوسي دكتورة سعاد ودكتور طارق معانا على التليفون لما سمعتوا عن هذه الوقع ولقيتوا نتاج التحليل بتقول انه هو حطت جلكوز بدل ما يحط محلول معالجة الجفاف حضرتك كطبيبة صيدلية كده ما قلتش إيه الجبرود ده إزاي ده يخسر وإحنا موجودين فين الرقابة إحنا زي سمحنا إحنا زي لم نراقب ده ضمير حضرتك كطبيبة بقى وإنا لقوا زي ده على حضرتك ولا على الدكتور طريق ولا على الدكتور عد العدوي لأن أنا عرف إن كلكم مصريين ووطنيين ولا تقبلوا بهذا الأمر يعني أحب أتمن حضرتك بس يا فندي معلش في بعض إذنك إن إحنا الإجراء اللي خدناه بإغلاق المصنع مباشرة المتحفظ على كل المستحضرات تم قبل ظهور نتيجة المطابقة العينات يعني إحنا كان عندنا بخلال يعني فيه سرعة جدا وفيه رد فعل كثير جدا لما حدث بقول لحضرتك الإجراءات اللي تلعت من الوزارة كانت إجراءات في الوقت ده قوية قبل صدور التقارير من هيئة الرقابة الدوائية ومش معنى أن فيه شركة خدت مناقصة دواء أن هي تتسبق تعمل يا عزان وهي تاريخها سيئ يعني نطحة في أمين اللي بنديرهم من المؤسسات والمسألة مش سعر المتميز ولا أن هي عندها ترخيص ولا أن هي موجودة المسألة تاريخها وصمعتها وإزاي نرقبها بعد ما يتم المناقصة رئسيت عليها نفضل طول الوقت نتابع لو إحنا بضلنا في عين عشان كده بقول لحضراتكم إن حضراتكم في وزارة الصحة ممكن جهات مستقلة من المجتمع المدني تشارك معكم في هذا عندنا شركات قطاع الأعمال بتونتك زي شركة النص وشركة النيل المفروض اللي استعانى بشركات قطاع الأعمال اللي هي تبقى حريصة أصلا ده يعني شركات الدولة شركات مملوكة للدولة زي شركة النيل أنا هفضل نتابع هذا الأمر وهنبدأ لطبع المنظومة اللي حضرتك بتقول لنا عليها دكتورة سعاد إن بيتم دكتورة سماح إن يتم تطوير هذه المنظومة دكتور طارق هنتابع مع حضرتك التحقيق وأرجو إن إحنا جميعا نمتلك الشجاعة لما يكون في قناة معينة قصرت في هذا الأمر نطلع ونقول للرأي العام أن التقصير كان في هذه الجهة وليس عيبا زي ما بنقول إن الغش بيحصل في كل دول العالم التقصير برضو بيحصل في إدارات كتيرة في دول العالم الغش في الدوائي فعلا يعني من 6 إلى 10% في أي دولة ودي حاجة حاجة سبتة عالميا لكن إنشاء زي ما بكرر تاني إنشاء هيئة عليا للدوائي المصري بسرعة هي المنقذ الوحيد والحماية للأمن الدوائي القومي أنا بشكر حضرتك الدكتور محيدين إبراهيم نقيب الصيادلة والدكتورة سماح رجب مدير إدارة تسجيل الأدوية لوزارة الصحة وأرجو يعني إن كنتوا تقبلوا اعتذاري على الانفعال الشديد لأن حضرتكو أنا متأكدا دول ولادنا داخليا جواكو انفعال أكبر من ده بكتير وأنا دايما ما بحبش نتكلم بشكل يحمل نوع من المزيد على حد أو يعني حضرتك أكيد بتشغل وبتقوم بواقبك دكتور طارق دكتور عادل دكتور محيد بس الحقيقة إن إحنا محتاجين نشتغل بشكل مختلف طالما عندنا مجرمين من هذا النوع لازم إحنا نبقى أقوى منهم ونتحرك بشكل مختلف زي ما هم بصنعوا الموت إحنا نصنع القوة للتصدي إحنا عندنا مشروع تاني في نهاية الكلام المشروع ده هو تغليز عقوبة الغش الدوائي ده القانون بتضع نقابة سياضل أبل اشتراك مع وزارة الصحة لتغليز عقوبة الغش الدوائي يصل إلى الإعدام واشتعلوا على رقابة قبل أن يصلوا إلى مراحل الغش بشكر حضراتكم نورتونا النهاردة بعد الفاصل هكون معانا الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في فقرتنا الاجتماعية ستبتة هنتكلم عن موضوع شديد الأهمية أعتقد بالنسبة لناس كثيرة في إلينا في هذه المرحلة التوازن النفسي بعد الفاصل